ما مفهوم المنهج المدرسي الحديث؟ تعددت تعريفات المنهج المدرسي الحديث منها أن المنهج المدرسي الحديث هو كل نشاط هادف تقدمه المدرسة وتنظمه وتشرف عليه وتكون المدرسة مسؤولة عنه سواء تم في داخلها أو في خارجها أيضا من تعريفات المنهج المدرسي الحديث مجموعة الخبرات التربوية التي تهيئها المدرسة للمتعلمين داخلها أو خارجها وذلك بقصد مساعدتهم على النمو الشامل أي النمو في جميع الجوانب المختلفة العقلية والثقافية والدينية والاجتماعية والجسمية وغير ذلك نمواً يؤدي إلى تعديل سلوكهم ويعمل على تحقيق الأهداف التربعية المنشودة يلاحظ على تعريفات المنج المدرسي الحديث أنه يتضمن خبرات تربعية مفيدة هذه الخبرات تصمم تحت إشراف المدرسة لإكساب الطلاب مجموعة من المعارف والمهارات والقيم والاتجاهات أيضاً يلاحظ في تعريفات المنهج المدرسي الحديث أن الخبرات التربوية تهدف إلى مساعدة الطلاب في إحداث النمو الشامل في كافة الجوانب العقلية والثقافية والدينية وغير ذلك مما يؤدي إلى تعديل في سلوك الفرض المتعلم نحو الأفضل أن التعلم في المنهج المدرسي الحديث يحدث من خلال مرور المتعلم بخبرات تربعية ومشاركته فيها تحت إشراف المدرسة سواء تم ذلك في الفصول أو المعامل أو المكتبات أو الرحلات التعليمية وغير ذلك وهكذا يتبين لنا أن المنهج المدرسي الحديث أكثر شمولاً وساعة من المنهج التقليدي وذلك من حيث تنوع الخبرات المربية وتعدد جوانب النمو والعمليات العقلية المستهدفة مما يعني أن المنهج المدرسي الحديث لا يقتصر على المعرفة فحسب بل يمتد ليشمل جميع جوانب المتعلم الأخرى المهارية والوجدانية المنهج المدرسي كنظام قبل توضيح مفهوم المنهج المدرسي كنظام نعرف أولاً النظام النظام كل مركب من مجموعة العناصر أو الأجزاء التي ترتبط مع بعضها بشكل وظيفي متكامل وتعمل وفق نسق معين لتحقيق أهداف محددة بحيث إذا حدث خلل في أي عنصر أو أي جزء من عناصر النظام إن عكس هذا الخلل على النظام كله وإذا كان النظام مجموعة مكونات تؤدي مجموعة من الوظائف المكملة لبعضها البعض وتؤدي جميعها إلى عمل النظام فإن المنهج المدرسي بجميع عناصره أو مكوناته نظام متكامل يرتبط بعضه ببعض فالأهداف في المنهج لا تنفصل عن المحتوى أو طريقة التدريس أو الأنشطة أو الوسائل أو أساليب التقويم كما أن المنهج بوصفه نظام يدخل في نظام أكبر هو التربية التي تعد جزء من نظام أكبر هو المجتمع من هنا ووفقاً لأسلوب النظم نجد أن المنهج المدرسي يتكون من العناصر التالية المدخلات، العمليات، المخرجات، التغذية الراجعة أما المدخلات فتتكون من جميع مصادر تصميم المنهج المدرسي كالأهداف والمحتوى والوسائل التعليمية والمعلمين والمديرين والمباني والتجهيزات المدرسية وأما العمليات فهي التفاعلات التي تحدث بين المدخلات لإنتاج المخرجات وتتمثل هذه التفاعلات في خطوات بناء المنهج المدرسي التخطيط، التنفيذ، التقويم، التطوير، المتابعة كما يمكن القول بأن ما يقوم به المعلم من أدوار وأساليب تدريسية وما تنظمه المدرسة من نشاطات وما تهيئه من ظروف مواتية للتعلم يدخل في إطار العمليات المخرجات، وهم المتعلمون الذين تم تطبيق المنهج المدرسي عليهم التغذية الراجعة، وفيها يتم التأكد من أن المخرجات التي تم التوصل إليها كانت مناسبة لكل من المدخلات والعمليات أو أنها تحتاج إلى تعديلات أو إضافات لتحسين نوعية المخرجات كتطوير مهارات المعلمين أو مهارات المشرفين والمديرين أو إثراء الكتب المدرسية بالأنشطة أو غير ذلك